موسيقى مساعدة العائلة السورية تتحول إلى شعار انتخابي لحزب الشعب حزب الحرية يكشف عن برنامجه الانتخابي بعنوان النمسا قلعة الحرية حزب نيوس يطرح مقترحات جديدة لمكافحة الفساد تحذير أوروبي تطفق الكوكايين إلى النمسا يتصاعد بشكل مقلق وتقرير نصف سنوي تراجع مستمر في قطاع التجارة النمساوي فين تقدم تذاكر مجانية لوسائل النقل العامة للطلاب والمعلمين مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم انتقض حزب الشعب النمساوي ايفوبي مجددا نظام المساعدة الاجتماعية في فين حيث أعلن الأمين العام كريستيان شتوكا عن حملة جديدة ضد نموذج المساعدة واتهم شتوكا رئيس الحزب الاشتراكي اس بي او اندرياس بابلا بالسعي لتوسيع نموذج فين ليشمل النمسا بأسرها مستشهدا بحالة عائلة سورية تتلقى مساعدات تتجاوز ستة آلاف يورو شهريا ووصف شتوكا الوضع في فين بانه خارج عن السيطرة واعتبر ان المساعدات يجب ان تخصص لمن يحتاجون اليها بالفعل واعلن ان الحملة الجديدة لحزب الشعل سوف تتضمن شعارات تساؤل عن عدالة هذه المساعدات وتدعو لتعاديل النظام وفقا لنموذج النمسا العليا قدم حزب الحرية النمساوي الذي تصدر استطلاعات الرأي برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع والعشرين من سبتمبر وعلن هابة كيكل رئيس الحزب ان البرنامج بعنوان النمسا قلعة الحرية يركز على تعزيز حرية المواطنين وتمكينهم من اقالة الحكومات غير الكفوءة واضاف كيكل ان الحزب سيسعى الى معالجة قضايا الامنة والهجرة غير الشرعية بجانب تحسين الوضع الاقتصادي وتشير استطلاعات الرأي الى تصدر حزب الحرية المشهد فيما يأتي حزب الشعب الحاكم في المرتبة الثانية بينما تتقلص فرص اليسار بفعل المخاوف من تغيير هوية البلاد اطلق حزب نيوس اليوم مجموعات الاصلاحية الثالثة والاخيرة قبل الانتخابات الوطنية والتي تركز على مكافحة الفساد واوضحت رئيسة الحزب بياتي ماين رايزينجا ان البرنامج الرديد يتناول تقليص تمويل الاحزاب السياسية بالنسبة 50% وتحويل الاموال الموفرة الى دعم وسائل الاعلام بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد كما اقترحت تشكيل لجان مستقلة لتقديم اقتراحات ملزمة عند تعيين المناصب وضمان الشفافية الكاملة في النفقات الوزرية وستم عرض تفاصيل اضافية في سبتمبر حيث يسعى الحزب للحصول على تقييمات من منظمات الشفافية الدولية لتعزيز المبادرة طلقت السلطات النمسوية تحذيرا من يوروبول بشأن الزيادة كبيرة في تطفق كوكاين الى اوروبا نتيجة حصاد قياسي في كولومبيا وبيرو وبوليفيا حيث بلغ الانتاج السنوي حوالي 2700 طن وهو ثلاثة اضعاف الكمية قبل عقد وفي بيان اكدت وزارة الدخلية النمسوية ان السلطات بالتعاون مع علمانيا تراقب الوضع مشيرة الى ضبط 153.6 كيلو جراما من الكوكاين العام الماضي وركز البيان على اهمية مكفحة شبكات التهريب وتعزيز تضامن استياسي والاجتماعي لمواجهة التهديد اعلن رئيس قطاع التجارة في النمسا راينا تريفليك عن نتائج نصف سنوية سلبية مشيرا الى عدم تحقق الانتعاج المتوقع وشهد قطاع التجزئة انخفاضا في الاراضات بنسبة 0.8% بينما سجل قطاع الجملة انخفاضا اكبر بنسبة 3.8% ومع ذلك ارتفعت اراضات قطاع تجارة السيارات بنسبة 3.1% فيما تضرر قطاع الاثاث بالشكل كبير مع انخفاض بنسبة 12.7% تلاح قطاع الكتب والاحذية بنسبة 9.5% و9.2% على التوالي ولما تظهر بوادر تحسن في النصف الثاني من العام مع استمرار تأثير الازمة الاقتصادية على سوق العمل وتراجع التجارة الالكترونية المحلية قالنا مستشار التعليم في فينا كريستوف بيتاكيا عن خطة لتوفير تذاكر مجانية لوسائل النقل العام للمدارس الالزامية بدءا من العام الدراسي المقبل ستشمل الرحلات الصيفية والأنشطة اليومية مع توفير بطاقة سنوية مجانية للمعلمين ويهدف الإجراء إلى تخفيف العب المالي على أولياء الأمور وتعزيز فرص المشاركة لجميع الطلاب مع تحسين الإجراءات وتقليل التكاليف المتعلقة بالتذاكر وأكد عمد التافيين ميحيل لودفيج أن المبادرة تعزز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام كما سيتاح للمعلمين الاستفادة من التذاكر المجانية مع تعويضهم عن تكلفة بطاقة المناخ وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراط على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر